دكتورة سلمة حريك بتقولي بيبقى عندنا بعض الاختناقات في أماكن معينة الاختناقات دي كان زمان بيقولوا نسلك آه هل دائماً دا الحل الوحيد بس أنا بسمع ان التسليك دا تسليك الأعصاب دا بيرجع مرة تانية فهل في جديد دلوقتي بقى في حاجات جديدة كتير دلوقتي بقى في حاجات جديدة كتير عشان كده هو زمان كان اللي بيحصل ان الفحوصات دي ما كانتش موجودة زمان فكان عادة المريض لما بيوصل انه يتقلم ويتشخص انه عنده المشكلة دي بيبقى الاختناق جميد جداً جداً الاختناق الأول عادةً بيأثر على العصب الحسي اللي هو زي ما انت بتقولي كده اه اللي هو هنا موجعني انا جس عندي قلم انا حسة كده بنبتدي احنا بقى نتوها والله جايز يكون من فوق من الفقرات جايز يكون من عند الكوع جايز يكون من عند الرسغ فنبتدي ندي علاج عام ونصبر لان احنا مش متأكدين لان في كتير من الحالات الجهد اللي على اليد بيبقى عادة عامل اكتر من مشكلة وده اللي بنشوفه في اغلب السيدات الصراحة واللي مؤخراً كمان بنشوفه في السن الصغير في اللي بيروحوا الجيم كتير والله وحتى لو قلنا لهم عشان ملعبوا مع الترينر ساعات الترينر بيبقى أسوأ يعني لان مش كل الجيم كويسة وقلنا بالتحرير